في محافظة الأنبار وفي إطار استكشاف الغاز الطبيعي في المناطق الغربية بحث مدير عام الاستكشافات النفطية في وزارة النفط نشوان محمد نوري مع حكومة الأنبار المحلية ضرورة إيجاد بيئة آمنة للبدء بعمليات استكشاف الغاز الطبيعي نوري شدد على أهمية تطوير القطاع النفطي ودفع عجلة الاقتصاد العراقي بدلا من الاعتماد على النفط في توفير السيولة النقدية للبلاد مؤكدا أن صحراء الأنبار زاخرة بالطروات الطبيعية التي من الممكن أن تستثمر من خلال العمل على استخراجها والاستفادة منها في وقت أشار فيه إلى أن البدء بعمليات الاستكشاف ستكون بوابة لدخول الشركات الاستثمارية العالمية للمحافظة تركيز على محافظة الأنبار يأتي ضمن تركيز الوزارة بالعمل على محاول الغاز والطلب المتزايد للغاز الطلب العالمي والطلب المحلي وحاليا الاحتمام بالغاز بدأ ينافس الاحتمام بالنفط وقد يجوز أنه يفوق الاحتمام بالنفط مستقبلا ولهذا ركزت ستراتيجية الوزارة الحالية والقادمة على محاور الغاز ومحافظة الأنبار كما استثمت سابقا في لقاءة سابقة والحمد لله فيها من الاحتماليات الغازية الكثير الكثير ومحافظة واحدة جدا في هذا المجال وفيها من العمل الذي ممكن أن ينعكس إيجابا على اتصاد البلد لفائدة المحافظة اشتركوا في القناة